موضوع النهاردة يا شباب هنتكلم فيه عن نظام ويندوز وازاي النظام ويندوز بيبقى عملية الإخلاع بتاعته بطيئة جدا في أغلب الحالات اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هيكون بسبب تعريفات معينة اسمها جوست درايفر والتعريفات دي تقدر تقتل لك نظام الويندوز بالكامل والمشكلة والكتير مننا بيجيب أصلا التعريفات دي نفسه بطريقة غريبة جدا واستخدامات غريبة المهم يا شباب هنعرف كل حاجة عن الجوست درايفر في الفيديو وهنعرف ليه الويندوز بتاعك بيبقى بطيئ جدا في عملية الإخلاع وبياخد وقت طويل وكمان هعرفك الطريقة اللي تشيل بيها كل التعريفات دي وتقدر تخلي نظامك يشتغل بكفاية عالية جدا من الأول تابع معا الفيديو بعد الانترو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد جمال من قاتكم تشتري ايجي المصري وموضوع الحلقة النهاردة زي ما تكلمنا وهنتكلم دايما عن جوست درايفر والتعريفات الوهمية اللي بتبقى موجودة في نظام التشغيل بتاعنا واغلب الوقت يا جماعة التعريفات دي بتعمل مشاكل كتير جدا من ضمنها من ضمنها بطء اقلاع الويندوز كمان بتسبب ضعف كتير جدا في الويندوز وبيبقى الويندوز ضعيف وفي مشاكل كتير اول حاجة تما نحنا قلنا جوست درايفر يعني ايه جوست درايفر لسه قلنا شباب انها تعريفات وهمية ملهاش اي لازمة بمعنى صح في نظام التشغيل والكرسى ان نظام تشغيل ويندوز في عملية الاقلاع بيتم مع التعريفات بالكامل معنى كده من نظام التشغيل بتاعة الويندوز بيبقى بيشوف كامل التعريفات وبيراجحها من تاني وبكده بيراجع معه او التعريفات الوهمية طيب يا شباب احنا كده عارفنا ان الجوست درايفر هي تعريفات وهمية ايه سبب ان جوست درايفر تبقى موجودة في نظام الويندوز عندي هقول لك انا جوست درايفر دي بتتكون ازاي لو انت استخدمت جهاز مرة واحدة بس او مرتين على الجهاز فكده كده التعريف بتاع الجهاز ده بينزل عندك على نظام ويندوز فالمشكلة مش كده المشكلة ان التعريفات دي بتفضل موجودة حتى بعد ان انت تستغني عن الجهاز او ممكن الجهاز يكون تلف اصلا بس تعريفاته موجودة فيه في الويندوز فالويندوز كل مرة هيجي عمل عملية الاخلاع لازم يراجع التعريفات دي بالكامل من ضمنها التعريف اللي انت استخدمته مرة يا جوز بتاع فلاش موماري او موبايل او اي كلام من ده في النظام طبعا لما الويندوز بيجي عمل عملية عزز الاخلاع بيستغرق وقت اطول شوية في قراءة التعريفات اللي هي الموجودة كتعريفات وهمية او الجوست درايفر كده احنا تكلمنا عن الجوست درايفر بشكل كامل وعرفت وعرفنا يعني ايه جوست درايفر وعرفنا كمان بتتكون ازاي بس لحد دلوقتي انا مقلت لكش الحل الحل يا شباب ان احنا نعمل حسف لمعظم الحاجات بتاعت الجوست درايفر او مسببات الجوست درايفر وفي تدوينة في الوصف هتلاقي رابط الموقع عندي الموقع انا سايب لك فيه برنامج تقدر تشيل بيه الجوست درايفر بالكامل بس يا شباب خلي بالكم لما تيجي تشيل الجوست درايفر حاول على قد ما تقدر انت ما تشيلش تعريف خاص بحاجة في الجهاز عشان ما تضطرش ان انت تعيد تثبيته لحد هنا يا شباب الفيديو خلص ولو المعلومات دي كانت جديدة وعجبتك ياريت تدعينا دايما بشير للمعلومة لايك سبسكراب للقناة ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك من هنا كل اشتركوا في القناة